الخوف أن التكنولوجيا المعلومات ببديل عن البشر لا لأن التكنولوجيا المعلومات هي وسيلة وأداة مين اللي بيطورها؟ مين اللي بيخترعها؟ مين اللي بيبتكرها؟ هو الإنسان طيب الإنسان مصمم على أن العقل البشري مصمم دائما على البحث على التطوير على أنه يبتكر على أنه يصنع أداة تسهل عليه الحياة فبالتالي والذكاء الاصطناعي مش حاجة إحنا يمكن عشان تريندنج فقط دلوقتي تشارجي بيتي وبنتعامل معها الزكاء الاصطناعي يمكن من عشر سنين كان هناك تطبيقات تعتمد على الزكاء الاصطناعي أنا يمكن كنت من خمس سنوات عندي تطبيقات على الموبايل بتعتمد على الزكاء الاصطناعي ولكن هو إيه اللي حصل؟ إيه اللي صدامنا شوية؟ أن التكنولوجيا الزكاء الاصطناعي بقت متطورة جدا جدا لدرجة أنها وخليها بس تعنيها الزكاء الاصطناعي بيعتمد على معالجة البيانات والمعلومات يعني بيروح يدور على المعلومة أو البيان من الإنترنت من منصات تواصل اجتماعي من أجهزة متصلة ببعض وبالتالي بيقدر يجمع البيانات ويقدر يحللها ويعالجها ويطلع علينا بمخرج نهاي أو بمعلومة متكاملة فبالتالي اللي صدبنا هنا أن زمان كان عشان تكنيجات زكاة السناية تروح تجمع البيانات والمعلومات وتبدأ تعالج البيانات والمعلومات وتحللها وتبدأ تردلنا بإجابة كانت بتاخد وقت كبير جدا تمام نقاط الاتصال الرقمية عندي بقت كبيرة عندي نقاط كلنا كل حجم التعامل على الإنترنت بقى يعني لا متناهي فكرة المعلومات اللي موجودة من مصادر مختلفة على الأجهزة المتصلة بقت كبيرة جدا حجم المعلومات والبيانات الموجودة على وسائل التواصل المتصلة بقى كبير جدا طب التكنولوجيا نفسها تطورت وبقى الضخ فيها استثمارات من سنوات فبالتالي اللي حصل إيه أن التكنولوجيا تطورت جدا لدرجة أنها بقتصادمة من نسبة لنا في إيه أنها قادرة حراك تطلب منها طلب تقدر تدور على مصادر بيانات ومعلومات كل ده بأكلم حراك فيه ثواني معدودة وتقدر تعالج البيانات والمعلومات وتجمعها وتقدر ترجعها لحضرتك في صورة المخرج اللي أنت عايزه اللي أنت عايزه اللي هو إيه اللي هو بحث مكتوب لما نلاقي النهاردة الموقع بيكتب أبحاث وبيكتب أشعار وبيكتب وبيحل بقي أدمين فين يعني ده حاجة تخوف ومازال سيتطور وحيصدمنا أكتر وأكتر خليها أقول ده هل ده بقى بديل عن العنصر البشري خليها أقول بالعكس ده العنصر البشري اللي وقتي عنده إحنا دايماً بنقول بقى للطلبة عشان في حاجة بنكلف فيها اسمها أخلاقيات الزكاء الاصطناعي وده العالم كله بيكتب أخلاقيات يعني إزاي نحسن استخدام وسائل التكنولوجيات الزكاء الاصطناعي لأن التكنولوجيات زي ما احنا بنشابها بمنصات تواصل الاجتماعي مش فيها دايماً العنصر الإيجابي فيها العنصر السلبي التكنولوجيات فيها العنصر اللي بيستخدم يعني زي ما احنا بنكلم فيه الأمن السيبراني أو أمن المعلومات فيها اللي بيستخدم فيه الإختراقات وفيها اللي بيستخدمها في وسائل الدفاع والحماية ففيها تكنولوجيات اللي بتستخدمها في البحث والتطوير فبالتالي أنا بقى عندي قدرة تقدر تجمع لي معلومات وبيانات عشان أنا أخذ أيام عشان أعود أدور وأجمع البيان والمعلومة عشان يطلع لي في الصورة في شخص هيقدر يستخدم ده أنا عندي بحث مطلوب فحبع عمل خلال تشاة جي بي تي أو أي وسيلة فيه أكتر من نطاق على فيه أكتر من تطبيق يعني زي تشاة جي بي تي ويقدر يرجع لي ببحث هل أقدر أخذ البحث ده وخلاص أنا كده قدمت البحث وعملت اللي علي وما تعبتش لا ما هو ده 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 تجاه فبالتالي هم نتكلم هنا أن بالعكس أنت ما عندك قدرة أنك تجمع بيانات ومعلومات تساعدك في أنك الحياة توصل لنتائج أكبر النتائج أقوى